بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون هناك علل وأسباب لتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة العلة الأولى تلبية رغبة رسول الله صلى الله عليه وآله لأن اليهود كانوا يعيرون الرسول صلى الله عليه وآله على بقائه على قبلتهم العلة الثانية أن تكون للمسلمين ميزة خاصة يمتازون بها عن سائر الأمم حتى في اتجاه الصلاة العلة الثالثة التحويل سبب لقطع حجة الناس الذين كانوا يستغربون كيف يدعى المسلمون دينا جديدا ومع ذلك توجهون إلى قبلة بني إسرائيل ولبيان هذه العلل تكرر الأمر بالتوجه إلى المسجد الحرام حيث قال سبحانه ومن حيث خرجت يعني من أي بلد خرجت للسفر فولي وجهك شطر المسجد الحرام يعني توجه بوجهك جهة المسجد الحرام في الصلاة فإن المسجد الحرام قبلة في السفر كما هو قبلة في الحضار وإنه للحق من ربك اعلم يا رسول الله إن هذا التشريع وهو التوجه نحو المسجد الحرام للحق الثابت الذي لا ينسخ وقد جاء من ربك فأطعه يا رسول الله وأطيعوه أيها المسلمون وما الله بغافل عما تعملون فمن أعرض عن هذه القبلة كان جزاؤه سيئا ومن اتبعها كان جزاؤه حسنا لأن الله تبارك وتعالى عالم بكل شيء وسيجازيكم حسب أعمالكم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون في هذه الآية المباركة الله تبارك وتعالى يريد أن يبين بعض العلل في هذا التشريع فيذكر الحك مرة أخرى ثم يبين العلل ومن حيث خرجت للسفر في البلاد فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم في بر أو بحر أو جو في سفر أو حضر فولوا وجوهكم شطره ما هي علل هذا التشريع؟ العلل الأولى لتحويل القبلة لألا يكون للناس عليكم حجة فأن تحويل القبلة إنما هو لقطع احتجاج الناس عليكم وتعييرهم إياكم حيث يعترض المشركون كيف يدعى المسلمون دينا جديدا وقبلتهم هي قبلة أهل الكتاب فجاء تغيير القبلة لدحظ هذه الحجة إلا الذين ظلموا منهم هؤلاء المعاندون لا ينفعهم المنطق المعاند متفيد أي حجة فلا ينصعوا إلى الحق أبدا ويستمر في لجاجه وعناده وتشكيكه لكنكم أيها المسلمون لا تهتموا فلا تخشوهم يعني لا تخافوهم لا تخشو أهل الكتاب والمشركين فإنما طاعنهم لا تضرقوا واخشوني يعني خافوني في اتباع أوامري فالخشي إنما تكون ممن بيده النفع والضر وهؤلاء المشركون وأهل الكتاب ليس بيدهم أي شيء وأنما كل ذلك بيد الله سبحانه ولأتم نعمتي عليكم هذه العلة الثانية لتحويل القبلة فتحويل القبلة إنما كان لأتم وأكمل نعمتي عليكم فكل حكم من أحكام الله تبارك وتعالى نعمة من نعمه على العباد وفي طريقهم إلى الكمال والقبلة وهي من أهم التشريعات في طريق إكمال النعمة على المؤمنين حيث يميزكم أيها المسلمون عن أهل الكتاب ويقطع تعيير المشركين واليهود ويرجعكم إلى بناء جدكم إبراهيم الذي هو إحياء لذكركم ولعلكم تهتدون هذه علة ثالثة لتغيير القبلة لعلكم تهتدون إلى الحق اهتداء كاملا فتشريف الإنسان بشرف سبب لتقريبه إلى الهداية الكاملة وهنا شرف المسلمون بالقبلة الجديدة التي توافق رغباتهم وتحفظ لهم الاستقلالية وصلى الله على محمد وآله الطاهرين